الانزال تتجه الى المغرب حيث الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية والتي يخد غمارها واحد وثلاثون حزبا ويحق لنحو ثمانية عشر مليون ناخب التصويت لاختيار ثلاثمائة وخمسة وتسعين عضوا بمجلس النواب او ما يعرف بالغرفة الاولى ثلاثمائة وخمسة نواب يتم انتخابهم في دوائر انتخابية متعددة وتسعون عضوا ينتخبون عبر قائمتين وطنيتين مخصصتين لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحظى الغرفة الاولى بصلاحية واسعة في التشريع والرقابة مقارنة بصلاحية مجلس المستشارين وتعد هذه الانتخابات الثالثة من نوعها بعد التعديلات الدستورية عام 2011 والتي اعطت صلاحية واسعة للحكومة لضمان تعزيز التعددية وضمان الديمقراطية التشاركية وكشفت جمعية مدنية مغربية عن تكليف اكثر من 120 مراقبا دوليا ينتمون الى 19 منظمة دولية من القرة الخمسة وحوالي 4600 مختص يمثلون ما يزيد عن 40 منظمة مغربية غير حكومية لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية ويطرح الشارع المغربي تساؤلات حول مصير حزب العدالة والتنمية الذي ترأس الحكومة لولايتين ويرى مراقبون ان الانتخابات ستكون محطة سياسية حاسمة مرجحين ان يفقد حزب العدالة والتنمية جزءا مهمة من مقاعده بالنظر الى الاختلالات التي شهدها خلال الفترة الماضية تراجع ما هد له قياديون في حزب العدالة والتنمية والقوا بالكرة في ملعب القاسم الانتخابي ترجمة نانسي قنقر